هلأ كمان الدعا القاضي غسان عويدات على القاضي طارق البطار وأصدر قرارا بمنعها بالمقابل القاضي طارق البطار للجديد أي تجاوب من قبل القوى الأمنية مع قرار النائب العام التمييز بإخلاء سبيل الموقفين سيكون بمثابة انقلاب على القانون هذه حرب أهلية بس بدون قواس مثل ما أنت عم تعيشي حرب يومية مع الدولار حرب يومية مع مؤسسات الدولة كلها اللي هي مشلولة حرب أهلية بس بدون قواس خلينا ننتقل ان شاء الله تضل بدون قواس وان شاء الله ما تنعكس لأنه كمان الصباح كنا عم يصير قطع طرقات بعدة مناطق على موضوع المعيش وارتفاع سعر صار في الدولار ما حدا بيعرف كيف ممكن تتحول إلى خلينا نجرب نعمل مثل خلاصة أنه كل هذه الضغوط كل هذه التطورات إذا ما تسارعت يمكن وإذا ما تلاقت أو تقاطعت مع تقاطع مصالح قيمية دولية يمكن أن تؤدي فيما بعد إلى إعادة فرض تسوية سياسية في لبنان بحال تقاطعت المصالح ولكن في متغير أساسي بما أنك ذكرت سبعة أيار وإلى ما هناك في تحول أساسي بوظيفة لبنان وبموقع لبنان وبدور لبنان في تلك الفترة قبل العام 2015 كان ينظر إلى لبنان كجزء من منظومة المصالح العربية والغربية والأوروبية تحديدا وكان ساحة وواحة لهذا الأمر لذلك كان الطرف الذي يلجأ إلى التصعيد والتوتير هو حزب الله تلك الفترة ذكري من بعد 2006 اعتصام وسط بيروت الأحداث الأمنية التي حصلت وصولا إلى سبعة أيار وصولا إلى انقلاب على السينسين ولإعادة فرض وقائع سياسية متعددة بعد 2015 وبعد 2016 أصبح حزب الله هو ماسك أساسي للسلطة لا تتشكل بدون واحد اثنين حصل قطيعة أساسية مالية وسياسية واقتصادية ما بين الدول العربية ولبنان وما بين حتى الغرب ولبنان الغرب لم يعد مهتم بلبنان كجزء من منظومة المصالح الغربية يهتم بنقطتين أساسيات واللي كان بيتعلق فيها التحقيق الأوروبي لا عم بفتشولي عن مصرياتي لا عم بفتشولي عن مصرياتي ولا بدون يحاسب رياض سلامة لأنه حتى أساسا عمل غلط في سببين أساسيين ما بدي فوت بالسياق القضاء إذا بيحقلهم أو ما بيحقلهم بالسياق السياسي في هدفين أساسيين عدم ترك لبنان ساحة لطبيض الأموال لأنها ستؤثر سلبا على أوروبا واحد وهون منرجع على قصة صيرفة وعلى قصة العقوبات اللي فردت بالأمس من قبل الأمريكيين هذا السبب والسبب الثاني المزيد من الضغوط على هذا القطاع وعلى حاكمية المصري في المركز ما عم برق أحدا بس عم بقرة بالسياسة لإعادة تركيبه وهيكلته من أول وجديد لأنه هناك رؤية لدى بعض الجهات الخارجية تتعلق بأنه خلونا ست سبع مصاريف مندمش كل البقوة وست سبع مصاريف يتوزعوا على مجموعة مراكز قوة وبالتالي كل هذا المسار بطل لبنان يعني الدول إلا بهذا السياق الأمر كان مهتمين بلبنان كانوا وقت ترسيم أخذوا الترسيم وما بعد الترسيم ما عدت صار شيء مش هيك صحيح وإذا بدون أي شيء ستراتيجي رح يقدروا يرجعوا يفوتوا ويفوضوا عليه لحتى يحققوا اللي بدلوني وبالتالي غير هود العنوانين ما في اهتمام خارجي بلبنان المسألة الخليجية أو السعودية بالتحديد كمان قطعت كل الأيادة مع لبنان يعني إذا حدا بده يمسك السعودية من إيدها اللي بتجعها بعد 2015-16 بطل هذا الشيء متاح لسقوط منظومة المصالح المشتركة إذا بدك وبالتالي هلأ بيجي السعودية بتقولك أنه في شروط 1-2-3-4 والفرنسي عنده شروط 1-2-3-4 والأمريكي أيضا والإيراني إلى أن تحين لحظة تقاطع مصالح بين هذه الدول التي لديها شروط يمكن أن نرى تسوي شو بتكلف قديش وقت شو المقدمات اللي راح تكون لإلى هل هذه الضغوط هي مقدمة لكل تلك المقدمات أو التطورات هذا السؤال الأساسي